مرحبا معكم محمد خلف في هذا الفيديو من شات جي بي تي بدنا نحكي عن البروغرامنج والكودينج وهل قبل ما نبلش في طرح محتدم بين الناس اللي بتبرمج وبين الناس اللي بتشتغلها اللي اي جي اي اللي هو زي شات جي بي تي انه هل رح تغنينا هاي البرامج وهاي الحلول تبعت الاي اي عن المبرمجين انا برأيي مش رح تغنينا رح بالعكس رح تخلي الناس اللي بتستخدمها مور افشنت ويبدعوا اكثر وتبطل وقت بدل ما انت الوقت لتعلم التكنيكاليتي الصغيرة بتصير الوقت لتتعلم كيف انت بدك تعمل كود مور كرياتيف اللي هي الابداع في الكود وكمان رح تساعد الناس اللي بتعلموا تخصصات ثانية غير البرمجة وبيحتاجوا البرمجة ليساعدوا الحلول مثلا زي تحليل الداتا زي يعملوا برامج لي يعملوا بروتايبنج زي البزنس او مثلا تحليل داتا زي مثلا تخصصات الطبية المساندة والتحاليل فعندنا هون تخيل شجبتي والبرامج اللي زي بارد تبع جوجل رح يساعدنا في انه نطور من البرمجة ونساعد الناس الثانية ما تضيع وقتها اللي ما بده تتعلم في البرمجة فانيجي هون بدنا في عنا طبعا في لغات البرمجة اللي بتعلموها البزنس والتخصات الطبية اللي هين زي البايثون والار والبروغرامنج فانبلش فيهم نبلش بالبيثون بدنا نطلب كود عادي ونشوف كيف رح تطلع لنا يا شهد جي بي تي فلو طلبنا سيمبل كالكوليتر كود ان بايثون كان في مشكلة في شجبتي وهيها انحلت مع الوقت يعني انحلت صراحة في اكثر من مرة عملت الرفريش عبين ما طلعت لنا الحل فبلش يعطيني كود بايثون بشغلي الكالكوليتر بعد ما يخلص رح اجرب انه اقول له بدي similar code nc++ مثلا ونشوف شو رح يعطيني اياه عشان ما نضيع وقت similar code nc++ طبعا زي ما انتو شايفين لو تروح فوق في عندك كوبي كود تاخده وبتنسخه زي ما هو بوفر لك هاي المازيه عشان بسرعه نجرب نعمله similar code nc++ طبعا هو شات بيفهم smart رح يبين مع الوقت رح يصير اذكى واذكى واذكى مع شات جي بي تي فور رح يصير مش بتفكر تفرقوش عن الهيومان رح يصير اذكى من الهيومان وعندو معلومات اكثر فهو لحاله ما احنا ما حكنا له بدنا code nc++ بس تكتب له وفهم انه الكود اللي اول اشتغله هو calculator بعدين اعطاه هون فلو في مشكلة في الكود بدك تستخدم اشي ثاني يعني بدك تستخدم بحالة 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 سويتش 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 يعني تخيل انه كل ما له عم بصير اذكه وانت حسب ما بتتواصل معاه يعني كل ما عطيته جمل مع الوقت رح يصليحها زيك تخيل انك تعمل شات تخيل عندك مبرمج بين الاخر يعني تخيل عندك مبرمج بتتفعله فلوس راتب وهو كثير ذكي وعنده معلومات خاصة المعلومات هاي النولاج غير نهائية يعني عنده كل الويب موجود في راسه هذا المبرمج وبتطلب منه طلبات وما بيزهق يعني شو ما سألته اسئلة غبية او ذكية كانت ما بيزهق ما رح يزهق وما رح يتفاعل معك ما رح يتذايق معك فرح تضلك تسأله وتتعلم مع الوقت كيف تتعامل مع هذا الشات بالنسبة للبيثن بالنسبة لكود الHTML بدنا write HTML code for clock screen ونشوف شو رح يطلع اللي طبعا بعد ما نكتب الكود رح نشوف نجربه على W3School بعطيك ان على الويب سايت تجرب تعمل تست مباشرة للكود طبعا ما بعرف اذا الشات جي بي تي لقدام مش شات جي بي تي فايف او لانه لما المؤسس له سام بعطي دايما شغلات بخرا في يعني هي مخيفة يعني هو بيقول لك احنا انا كمان خايف من الشات جي بي تي مش بس انتم فتخير يعني اذا اللي مسوي الشات جي بي تي هو هيك بيحكي فما بالك نجي نجرب نعمل رن اعطاني الثاعة والساعة هاي شغالي يعني هس احنا الوقت بالضبط زي ما هو كاتب يعني طب نجرب نكتب له شغلة ثانية I want the watch with red back ground color بقول لك sure you can modify the HTML code to change the background color يعني بيعطيك الخيار انت تضبطه وهو بيضبطه بعدين يعني فانت بتغير ال background color في ال body ياهو مباشرة اعطانا الكود وهلا رح نجرب ننسخ الكود ونشوف كيف رح يطبع ليه هل هو صح ولا لا هي copy ونروح ننسخه نعمل run طلع ليها فانت هون مثلا هاي ال web programming لو جينا بدنا احنا code بدي مثلا want word press full program أو full code to website that sell books online هون هون انا بدي بدي i am sorry مو قاعد بعطيني نصائح كيف بدي انا اسوي ال web site معمول على wordpress وفي بيشتغل الكود طبعا هون بقولي انا مش رح اجيب لك الكود لسه موصل مرحلة الكود صاحب يعني منصالف ما عادي منصالف يعني منصالف معه عادي يعني حتى مثلا بلد بوك ستور ويب سايت بقاعد بحكي لي انه انا بقدر اقدم لك نماذج مبدئية لانك تبرمج فانت مع الوقت شو ما كنت بدك تستخدم الشات جي بي تي رح يقدم لك المعونة و رح يكون زي ما قلتلك عبارة عن مبرمج بيشتغل معك هاي هي الاي اي لانه ما عنده مشاعر فبتقدر انت تعمل الابيوز يعني تستغل مش تستغله هلا احنا بنستغله لما تحكي عن البني ادمين او عن الناس اما بالنسبة للويب سايت او الاي اي ما بعرف كيف ممكن نستغله الا اذا كون لحاله شخصية وحب ينتقب منا يعني ممكن الاستغلاله يؤدي الى اشي سيء بس لحد الان الكود اللي هم عاملينه شات جي بي تي بحد من هاي المشاكل زي ما انتو شايفين هاي قاعد بكتب الكود لله تي امال مع السياس اس والبودي هاي الكود لقيلو طبعا اذا بدكم نعمل فيديو كامل كيف نعمل ويب سايت على الورد برس ونجرب نعمله تستنج عن طريق استخدام هاي الشغلة نظلنا نسأله اسئلة كل شغلة بدنا اياها بدنا نضيفها بنسأل شات جي بي تي عشان يعطينا اياها ممكن تكتب بالكومنت ونشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة